كشفت نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية بحسب قناة فوكس نيوز عن تساوي المقاعد التي حصل عليها الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ بـ 48 مقعداً لكل حزب مع بقاء أربع ولايات لم تحسن بعد هذه الولايات هي ويسكنسون، أريزونا، جورجيا ونيفادا وتعد الانتخابات في جورجيا ونيفادا هي الأصعب والتي قد تحدد هوية الحزب الفائز في مجلس الشيوخ حيث يتقدم في جورجيا السانتور الديمقراطي الحالي رفايل وارنوك على الجمهوري هرشيل ووكر ولكن بنسبة بسيطة وأكدت السلطات أن الانتخابات قد تتجه للإعادة في السادسين من ديسمبر المقبل في هذه الولاية أما في ولاية نيفادا فيتقدم الجمهوري آدم لاكسالات على السانتور الديمقراطية الحالية كاثرين كورتيز ماستو بنحو 25 ألف صوت أي بفارق نقطتين مئويتين أما على صعيد انتخابات مجلس النواب فكشفت فوكس نيوز على حصول الجمهوريين على 199 مقعدا فيما حصلت ديمقراطيون على 174 مقعدا حتى الآن ولا يزال هناك 64 مقعدا لم يتم تحديد الفائزين بها شكرا شكرا شكرا